الله 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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان الحمد لله الذي خصنا بالإسلام الحمد لله الذي جعلنا أمة القرآن الحمد لله الذي جمعنا في بيتٍ من بيوته على طاعةٍ من أحب الطاعات إليه في ساعةٍ من أحب الساعات إليه نسأل الله تعالى أن نكون في ذلك كله من المخلصين المقبولين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير نبيًّ اجتباه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة ما زلنا نعيش في ذكر الهجرة ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ ذلك الحدث الذي أراده الله تعالى ولادةً جديدةً لرسالة النبي الكريم محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم أراده الله تعالى ولادةً جديدةً للأمة العربية والإسلامية وأراده انطلاقًا لرسالة الخير لرسالة الإنسانية لرسالة التوحيد والربانية انطلاقًا لهذه الرسالة فمن منطلق الهجرة وحد النبي صلى الله عليه وسلم أمة العرب وحدها على عقيدة التوحيد وحدها على عقيدة الإخلاص في العبودية لله سبحانه وتعالى ورفع شأنها وأعزها وجعلها نواةً لأمةٍ تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب جعلها بالإسلام أمة الخيرية وجعلها بالإسلام أمة القيادة وجعلها بالإسلام أمة العلم وكان منطلق ذلك في حادثة الهجرة في الحدث الذي غير مجرى التاريخ في الحدث الذي أعاد رسم الجغرافيا وأعاد كتابة التاريخ مرةً أخرى كتابةً تكون فيها أمة الإسلام هي الأمة الفاعلة هي الأمة التي تنشر الحضارة والعلم ونحن نقف أمام صورٍ من أحداث الهجرة ونحن نقف أمام هذه الذكرى العظيمة التي تمتلئ بالحكم وتمتلئ بالمعاني العظيمة نقرأ قول الله تعالى وهو يذكرنا بنصره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الهجرة في السنة التاسعة للهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير بأصحابه إلى تبوك مسافةً بعيدةً يقطع فيها الصحارى والفيافي ويتحمل مع أصحابه ما يتحمل من المشاق ليرد كيد الروم وليرد ما قيل له من أن الروم قد وجهت الجيوش لغزو النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهت الجيوش إرادةً لتحدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرَّض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على نصرة الحق ولكن منهم من تثاقل عن ذلك فالمسافة بعيدة والسير بعيد والعدو عدو قوي والموسم موسم رخاء وموسم قطف للثمار تثاقل بعض الصحابة عن السير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل الله تعالى لهم في ذلك الموقف رسالةً يذكرهم بأن الله تعالى قادرٌ على أن ينصر نبيه وقادرٌ على أن ينصر دينه بأقل الأسباب وأيسر الوسائل وأن دين الله وأن إرادة الله لا تحتاج في الحقيقة إلى نصرةٍ من العباد ولكن الله تعالى يمتحن العباد بالأسباب يمتحن الله تعالى العباد فيأمرهم بالسير إلى نصرة دين الله عز وجل وهو قادرٌ على أن ينصر دينه من غير هذه الأسباب البشرية كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة وأيَّده ومنع يمتحن الله تعالى الأغنياء بفقر الفقراء وهو قادرٌ سبحانه على أن يُغنيهم من دون أسباب الأغنياء ولكن الله تعالى يمتحن بهم من آتاه الله تعالى المال كيف يكون إنفاقه في سبيل الله يمتحن الله تعالى القوية في نصرته للمظلوم الضعيف والله تعالى قادرٌ على أن ينصره من دون أسباب البشر ولكن الله تعالى يمتحن العباد ليعلم الله سبحانه وتعالى الصادقين المؤمنين أي ليظهر علم الله الله تعالى يعلم وعلم الله تعالى قديم ولكن الأحداث والمواقف تُظهر علم الله تعالى على أرض الواقع قال الله تعالى وهو يُخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين تثاقلوا عن نصرته والسير معه في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانيَ اثنين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آيةٌ مَلِيئةٌ بِالْحِكَمِ الْعَظِيمَةٌ آيةٌ يُوبِّخُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا الْمُتَثَاقِلِينَ يُوبِّخُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا الَّذِينَ لم يفهموا عن الله سبحانه وتعالى مراده حين أمر العباد وحين كلفهم آيةٌ يظهر فيها معنى من أعظم المعاني التي أرادها الله تعالى حين أرسل نبيه برسالة الحق بل حين أرسل الأنبياء جميعاً برسالة الحق أراد الله تعالى أن يُخلِص العباد في عبوديتهم لله أراد الله تعالى أن يُخلِص الناس في توكُّلهم على الله أراد الله تعالى أن يقون يقين العبد بالله وحده موقفٌ عظيم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه يخرج بعد جهادٍ طويل استمر ثلاث عشرة عاماً في مكة كان النبي يُجاهِد جهاد الكلمة كان يدعو المشركين إلى عزهم يدعوهم إلى منعتهم يدعوهم إلى قوتهم كان يعرض نفسه على قبائل العرب كان يذهب إلى الطائف يرجو النصرة والمنع بعد هذه الأعوام الطويلة جاء أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يُهاجِر إلى يثرب لأن الخير قد بدأ وقد فُتِحت أبوابه لأن الله تعالى قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أذن لهم أن يبدأوا مرحلةً جديدةً من مراحل هذه الرسالة الربانية الإنسانية إنها مرحلة التمكين مرحلة المجتمع الإسلامي مرحلة الدولة الإسلامية مرحلة القوة والمنعة والوحدة وانطلاق الخير إلى العالم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مُستخفياً ولو أراد لهاجر معلناً ولكنه يريد أن يعلمنا أن نتخذ الأسباب ورحلة الهجرة مليئةٌ بصور اتخاذ الأسباب لا نقف عندها حتى لا نطيل غير النبي صلى الله عليه وسلم طريقه فلم يقصد طريق المدينة شمالاً وإنما سار جنوباً باتجاه اليمن ليعمي عن من يريد أن يلحق به في ذلك الموقف وفي هذه الرحلة اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار في جبل ثور وسار المشركون خلف آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت بهم الآثار إلى باب ذلك الغار وقد شاء الله تعالى أن ينصر نبيه بأضعف الأسباب فأمر الله سبحانه وتعالى عن كبوتاً فنسجت خيوطها على باب ذلك الغار حتى إذا وصل المشركون إلى فتحة الغار وقالوا هنا انتهت الآثار نظروا إلى ما نسجت العنكبوت فقالوا محال أن يدخل أحد إلى هذا المكان لا بد أن الآثار قد ضللتنا في ذلك الموقف في تلك اللحظة الحاسمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وكان موضعهم أخفض من المشركين الذين يقفون وينظرون على مرمى أبصارهم وهنا بكى الصديق بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا درساً سيبقى للتاريخ قال له ما يبكيك يا أبا بكر قال يا رسول الله والله ما أبكي خوفاً على نفسي ولكني أبكي خوفاً عليك يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع أقدامه لرآنا وهنا درس اليقين وهنا درس العبودية الكاملة وهنا درس معية الله تعالى ودرس التوكل على الله مسبب الأسباب الذي له الأمر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا اليقين الذي ينبغي أن يكون أحد أهم دروس الهجرة يقول المفسرون وهم يتحدثون عن تفسير هذه الآية لا تحزن إن الله معنا لقد تكرر ذلك الموقف وتكررت هذه الكلمة مرة أخرى في رحلة الهجرة فلما استيئس المشركون من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا جائزة مئة ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صاحبه وسار سراقة ابن مالك سار يطلب النبي وصاحبه وقد قال له أحدهم لعلي بمحمد وصاحبه رأيته في الطريق الفلاني فانطلق سراقة انطلاقة سريعة حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أبا بكر وهنا مرة أخرى يبكي أبو بكر هكذا يقول المفسرون في تفسير هذه الآية ويقول يا رسول الله لقد أدركنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه خير الخلق على الإطلاق بعد النبيين أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي ورد في الأثر أنه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس كل الناس في كفة أخرى لرجح إيمان أبي بكر هذا الرجل لا يبكي خوفاً هذا الرجل لا يبكي جبناً هذا الرجل لا يبكي لأنه يخشى شيئاً من السوء سيصيبه هو رضي الله تعالى عنه وإنما هو يبكي خوفاً على حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو يبكي خوفاً على رسالة يخشى أن تضيع وعزاً وخيراً يريد الله تعالى أن يجعله للإنسانية ويخشى أبو بكر أن يضيع هذا المجد وهذا الخير إذا أدرك المشركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف وأبو بكر يقول يا رسول الله لقد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى الوراء أبداً وإنما يخفض رأسه ويتمتم بكلمات ويشير بيده إلى السماء وإذ بقوائم قدمي فرس سراقاً تبلعها الأرض تبلعها الأرض ويسقط فرس سراقاً ويسقط سراقاً من على الفرس ثم يستنجد سراقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الأمان فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيرفع سراقاً ويرفع فرسه ويعود الأمر كما كان فيتذكر سراقاً أن الجائزة كبيرة وأن مئة ناقة تستحق المغامرة مرة أخرى وينطلق مرة أخرى ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومرة أخرى تبتلع الأرض قدمي وساقي فرس سراقاً ويسقط سراقاً على الأرض أيها الأحبة كانت الهجرة منطلق عز منطلق مجد كبير لم يكن أحد يتخيل مداه ويتخيل أخصاه ولذلك سراقاً هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي بدوي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقاً كيف بك إذا أتاك يوم فلبست فيه سواري كسرى سراقاً لا يدري هل سمع هذا الكلام حقيقةً هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات حقيقةً أم أن الصحراء وتعب الصحراء وحرارة الشمس جعلته يهدي فيسمع ما لم يقل فقال سراقاً للنبي كسرى فارس كسرى؟ هذا الرجل الأقوى على الأرض هذه الحضارة الأكبر الأقوى على الأرض هذه الحضارة الأقدم في تاريخ البشرية في ذلك الوقت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن فمن؟ فمن إذن إذا لم يكن كسرى هذا؟ كيف بك يا سراقاً إذا جاءك يوم لبست سواري كسرى؟ كسرى تؤمن أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله كسرى رأى ما يصدق هذا القول ورأى كيف أن الله تعالى استجاب للنبي لما دعا عليه فآمن سراقاً وحسن إسلامه ثم مرت الأيام وجاءت السنة الحادية عشر للهجرة في السنة الحادية عشر للهجرة كان أمير المؤمنين هو عمر رضي الله تعالى عنه وإذن الله تعالى للمسلمين أن يدكوا عروشاً كسراً وأذن الله تعالى للمسلمين أن يفتحوا تلك الجبهة الشرقية وأن ينشروا النور والخير والإيمان ورسالة العدل والحب والتسامح في تلك البلاد التي كانت تستعبد البشر وكانت تسرق أموال الناس وكانت تطغى في الأرض أذن الله تعالى بذلك وسقط ملك كسرى وجاءت كنوز كسرى فوضعت بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه جاءت كنوز لا يتخيلها العقل جاءت كنوز لا يتصورها المتصور جاءت كنوز لا يعدها العاد ولا يحصي قيمتها أحد وهذا من بركات الهجرة وهذا من خير الهجرة وإذ بعمر رضي الله تعالى عنه وهو يقلب التاج بين يديه وهو يقلب الأموال بين يديه يتذكر ذلك الموقف الذي اشتهر وشاع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراق في ذلك الموقف بسواري كسرى فينادي على مشهد الناس أين سراق ابن مالك فيقوم سراقه ويقول ها أنا يا أمير المؤمنين فيقول تعال ثم يلبسه سواري كسرى ويبكي عمر ويقول قل الحمد لله الذي نزعها من كسرى وألبسها أعيرابيا في الإسلام الحمد لله الذي نزعها من الملك الطاغية المتجبر وألبسها أعيرابيا أعزه الله تعالى بالإسلام وآتاه الله تعالى وآت أمته المجد والرفعة بالإسلام وهذا من بركات الهجرة حديث الهجرة طويل وأخبار الهجرة كلها تستحق مننا الوقوف للحديث عنها والاستنباط الحكم ولتبين ما أراده الله تعالى منا حين جعل الله تعالى وحين ألهم الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه وألهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا الهجرة مبتدأ التاريخ وأن يجعلوا كل حدث من أحداث المسلمين وكل أمر من أمورهم مرتبطاً مرتبطاً بهذا الحدث الهام بحدث الهجرة أيها الإخوة لقد ذكرت أحداث الهجرة في السيرة النبوية وذكرت في السنن ولكن القليل من أحداث الهجرة الذي ذكر في القرآن وأهم ما ذكر في القرآن لأن الله تعالى يريد أن يجعله عنواناً للهجرة وعنواناً لهذا الحدث العظيم هو قول الله تعالى إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني اثنين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّهَا صُورَةُ الْيَقِينَ إِنَّهَا حَالُ الْيَقِينَ إنه صدق اليقين الذي نحتاجه اليوم ونحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ونحن نتعامل مع الله ونحن نستيئس من الخلق ونلتجُئ إلى الله تعالى ولا نجدُ لأنفسنا ملجأً إلا الله سبحانه نرجو الله تعالى أن يرزقنا خير هذا اليقين ونرجو الله تعالى أن يجعل في قلوبنا هذا اليقين لأن اليقين ولأن صدق الظن بالله تعالى هو السبب الذي ينزينا من كل سوء هو السبب الذي يصرف عنا كل سوء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل اليقين أن يصرف عنا الحزن وأن يجعل ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ويقيننا بالله سبحانه وتعالى سبباً من أسباب الفرج القريب إنه سميع مجيب قريب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأستغفره وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أيها الأحبة قال لي أحدهم نحن اليوم في فرصة هذه الفرصة قد لا تتكرر وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صورة يفتك الإنسان فيها رقبته يوم القيامة إطعام في يوم ذي مخمصة وهذه الأيام التي تمر اليوم على الأمة أيام نرجو أن لا تتكرر نسأل الله تعالى أن لا يكون مثلها أن تصاب بلاد الشام وأن يصاب أهلنا بما أصيب به من البلاء والشدة والفقر والحاجة الحاجة إلى الطعام الحاجة إلى الدواء الحاجة إلى العلاج الحاجة إلى أن يعين بعضنا البعض نحن الآن في امتحان شديد وفي فرصة لا تتكرر امتحان أن كل من كان لديه فضل في الزاد يسأله الله تعالى عن هذا الفضل ماذا عملت به والناس في حاجه من كان لديه فضل مال يسأله الله تعالى ماذا عملت بهذا المال والناس في حاجه يسأله الله تعالى عن كل خير وعن كل نعمة أنعم بها عليه ماذا عملت بها والناس في هذه الحاجة وفي هذا الاضطرار تصدقوا على أنفسكم وأكرموا أنفسكم قبل أن تكرموا إخوانكم أكثروا أيها الإخوة في هذه الأيام من الصدقات فهي أسباب الفرج وأكثروا في هذه الأيام من الصدقات فهي سبب من أسباب الخير الذي يعود عليكم في الدنيا ويعود عليكم في الدار الآخرة أسأل الله تعالى أن يلهمنا فعل الخيرات وإني داع فأمنوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا واصطفانا وجعلنا من عباده المؤمنين الحمد لله الذي من علينا بالإيمان الحمد لله الذي جعلنا أمة الإسلام الحمد لله الذي جعلنا أمة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد واجعل لنا عاقبة الخير والرشاد اللهم صل على عبدك سيدنا محمد واجعل لنا في أمتنا وفي بلادنا عاقبة الخير والرشاد اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى فارج الهم كاشف الغم مجيب دعاء المضطرين نسألك يا مولانا رحمة تفرج عنا ما أهمنا في خاصة أنفسنا وتفرج عنا ما نزل في بلادنا اللهم نحن الفقراء إليك وأنت الغني نحن الضعفاء وأنت القوي اللهم إنا فقراء ضعفاء نحن عبيدك المساكين نسألك يا رب من واسع رحمتك ما تجود به علينا من أسباب الفرج اللهم آوي المشردين اللهم شاف المرضى اللهم أطعم الجائعين اللهم ارحم الشهداء اللهم كن في عون الثكالة وكن في عون الأيتام وفرج عنا فرجا قريبا اللهم من افترى علينا ومن كاد لنا ومن سفك دماءنا ومن تآمر علينا يا رب أنت أعلم بأسمائهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم رد عنا كيد الكائدين وفجور الفاجرين اللهم رد عنا كيد الكائدين وفجور الفاجرين واجعل لنا في خاصة أنفسنا وفي أمر بلادنا فجأة خير وعاقبة خير ورشد بفضل منك يا مولانا يا كريم وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين